قراءتكم لما وصف بالتصورات والتقييمات المتشائمة من جانب المسؤولين العراقين في المؤتمر مؤتمر السلام المنعقد في الجامعة الأمريكية بيدهوك حول الأوضاع في المنطقة والحرب في غزة ولبنان مساء الخير أستاذ مساء التحياتي لكم والأستاذ وهج ولمشاهدية تغيير الأكارم يعني الخطابات سمعناها والكلمات سمعناها وتابعناها كلها مقلقة وقلقة تبعث بنوع من التشاؤم والحذر الشديد وكما أن هناك معلومات بأن ضربة إسرائيلية وشيكة لعدد من الأهداف يمكن أن تتزاوز عشر إلى خمسة عشر هدفا داخل العراق تستهدف الفصائل التي تطلق الصواريخ والمسيارات باتجاه إسرائيل يعني المعلومات التي وردت للمسؤولين العراقين أو الكورت كلها قرأناها في وجوه وبنبرة كلام المسؤولين العراقين والمسؤولين الكورت الذين كانوا يتحدثون اليوم في مؤتمر ميبس يعني منتدى الأمن والسلام في الشرق الأوسط في ديوهوك لذا أتصور أن إذا الحكومة العراقية الحكومة الاتحادية التي كان من أن يحضر سيد رئيس الوزراء إلى المتقى لكنه اعتذر في اللحظات الأخيرة هناك وضع يمكن أن يوصف بالخطير بالعراق نحن على وشك تلقي ضربة إسرائيلية كعراق إذا لم تستطيع الحكومة العراقية في لجم أو ضبط سيطرة الفصائل التي تقوم وتعلن بين الحين والآخر بمهاجمة أهداف إسرائيلية في مناطق مختلفة في إسرائيل وترى الكيان الصهيوني يرى من حقه توسعة الوضع واستهداف المنصات أو المواقع التي يتم منها إطلاق هذه المسيارات أو الصواريخ لتجاه أراضيها وهي صواريخ ومسيارات أصابت في بعض المرات مواقع حساسة داخل إسرائيل طيب